النهاردة بيراميدز كنت سيبها في الاخر دي عشان عايز اتكلم شوها عن بيراميدز يعني بيراميدز ودع ودع بطولة الكونفيدرالية الافريقية بعد ما خسر من مرومو جالانت الجنوب افريقي واحد سفري من مبارات العودة بعد ما تعادل في القاهرة واحد واحد اداء النهاردة بيراميدز مكانش جيد اداء بيراميدز في المبارات الماضية مكانش جيد وودع بيراميدز البطولة من دور ربع النهائي وحاجة تحزن وحاجة تزعل حاجة تحزن وحاجة تزعل جدا خمس سنين خمس سنين على مشروع بيرامدز وأنا بصراحة من الناس اللي شايفة أن مشروع بيرامدز ده كان يبدو أنه مباشر سيبك من كل حاجة حصلت جماهرية وانتقادات وفلوس ومصاريف سيبك من كل حاجة أنا اللي كان حزبتي إيه أنه أنا باقيت أشوف مباراة بيرامدز الأهلي باقيت مباراة من مباراة القمة بيرامدز الزمالك باقيت مباراة من مباراة القمة يعني بيرامدز أضاف للقرى المصرية أضاف تمام؟ أضاف مباراة ممتعة والدين أنت بتبقى مستني مباراة بيرامدز مع فريق صح كده؟ حوت دي على جنب بيرامدز مشروع كان فيه استثمار كبير على لعابين وعلى مدربين وشيء حتى ما شفناهش قبل كده في الكرى المصرية برضو كرسة أنه كان مسؤولة عن أنه اللعبة أسرات إغلاوة دي ليها وعليها ليها وعليها يعني إيه؟ ممكن نادي آخر يكون هو المسؤول ممكن نادي ثالث يكون هو المسؤول مش هنخش في الجدل ده أنا اللي مزعاني على بيرامدز أنه في خمس سنين ما قدرش ياخد بطولة آه صحيح وصل وصيف دوري وصيف كاس وصيف كونفيدرالية بس ما قدرش ياخد بطولة حتى هذه اللحظة بكل الصرف ده إذن هناك خلل ما الخلل في رأيي أن المشروع نفسه لم يتم تأسيسه تدريجيا يعني إيه؟ يعني أول موسم ممكن أجيب فرقة عندها طموح شباب صغير لعبين نفسهم ياخدوا بطولات لاش نازم أجيب كل الفرقة تبقى لعيبة الصف الأول في مصر وفي أفريقيا وفي العالم ممكن أأسس السنة اللي بعدها أدعم باسم كبير شوية السنة اللي التالتة أدعم باسمين كمان هتلاقي الفرقة في التصاعد وهيبقى التصاعد مقبول يعني حتى لو وصلت للسنة الخمسة وإنت مخدتش بطولة كلنا هنتفاهم ده إنت لسه عمال تطلع ليه؟ إنت في خمس سنين بتاخد مركز تاني مركز تاني في بطولات مختلفة فهنتفاهم ده لكن إنت بيرامدز كمشروع ادتنا إحساس إنك من السنة الأولى هتاخد بطولة السنة التانية هتاخد بطولة التالتة كل ده مفيش طيب طيب أنا بقولي الكرام ده ليه؟ بهبط الناس يعني بقولهم خلاص بقى بيرامدز كفاية عليك كده؟ لأ ولأ ليه؟ أنا بقولك كميتون دول عشان اللأ دي لأ ده مشروع له كثير من الإيجابيات وبعض السلبيات لو لها النصيحة لإدارة نادي بيرامدز مولاك نادي بيرامدز المشروع ده مشروع الفريق سيبك من الأمور بقى الحاجات الإدارية والحاجات البيانات اللي بتروح وتيجي مش هعمليش ده أنا بتكلم على الكورة دلوقتي المشروع بتاع فريق الكورة ده ينفع ينفع يتعامل منه حاجات عظيمة يعني أنا لو مسؤول دلوقتي في بيرامدز أو أو ليه رأيي في فريق الكورة لا أنا مش عايز كل الأسماء الكبيرة دي في الفريق أنا عايز ناس خبرات وعايز ناس شباب وعايز ناس عندها وطموح البطولة ما خدتش بطولات قبل كده عايز التنوع ده في الفريق وصبر وهدى مش لازم تاخد بطولة بكرة مش لازم هارد لك لبيرامدز النهارده زعلين طبعا على بيرامدز خلاص احنا ما بقاش فاضل لينا غير الأهلي بس ممثلا عن الفرق المصرية في البطولات الأفريقية نتمنى طبعا التوفيق ليه النادي الأهلي واستمرار مشواره في دوري الأبطال بي